لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد موسيقى ان اخر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية كان في 15 نوفمبر 2020 والذي تحدث فيه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية يؤكد الفريق الطبي المرافق له ان السيد الرئيس قد انهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول واضح جدا من خلال تتبع بيانات رئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس عبد المجيد تبون ان هذه مرت بعدة مراحل المرحلة الاولى مرحلة الحجر الصحي الطوعي المرحلة الثانية مرحلة مستشفعين النعج المرحلة الثالثة نقله الى المانيا المرحلة الرابعة بدأت مع تنفيذ البروتوكول الصحي في المانيا المرحلة الخامسة هي مرحلة الفحوصات الطبية ما بعد البروتوكول ثم جاءت المرحلة السادسة ولكن هذا من الجهن بالرسمي رغم أن المعلومات والمعطيات والشواهد أثبتت بأنه لم يكن هناك حجر صحي طوعي وحقيقة كل ما حدث أن الرئيس أصيب بفيروس في الأول بدأت تظهر عليه الأعراض بعد ذلك تدهور وضعه الصحي عندما دخل في غيبوبة تم نقله فجرا إلى عين النعجة ومن عين النعجة مباشرة تم نقله على جناح السرعة في طائرة متخصصة إلى ألمانيا ومنذ ذلك الحين وهو يعالج من داء كورونا حتى أن وباء كورونا لم تعترف ولم تذكره ولم تؤكده رئاسة الجمهورية إلا بعد فطرة حتى جاءته رسائل ومن بينها رسالة برقية من الملك السعودي ذكر فيها بأن الرئيس عبد المجيد التبون أصيب بفيروس كورونا المرحلة الجديدة جاءت في منشور نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر الفيسبوك قالت فيه لم تذكر كلمة بيان مقارنة بالمنشورات السابقة حتى كانت عندما تصل برقيات كانت تسميها بيان وكنا انتقدنا هذا الأمر يقول المنشور تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشفاه بألمانيا عبرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاها هذا المنشور فيه كثير من المعلومات المعلومة الأولى أن الرئيس موجود ولا يزال في المشفى بألمانيا وبذلك تلك الدعايات التي تروج لها أطراف عبر مواقع التواصل وشبكة التواصل الاجتماعي على أساس أن الرئيس سيعود أو عاد وهناك من يقول أنه تنقل من مشفى إلى مركز نقاها وكذا وكذا كلها ثبتت بأنها دعايات لا أساس لها فقط من أجل نشر الإشاعات وجعل المعلومات تتضارب فيما بينها وما إلى ذلك الرئيس من خلال هذا المنشور لا يزال في مشفى بألمانيا أمر الثاني قالت عن سعادتها لتماثله للشفاء أن الجملة توحي بأن الرئيس بدأ يتماثل للشفاء أنه يتماثل للشفاء لم يشفى نهائيا لو كان شفيا نهائيا عبرت لسا عن سعادتها لشفائه من أل المور أيضا أكدت أنجيلا ميركل مرة أخرى أن عبد المجيد تبون أصيب بفيروس كورونا هذه معلومة جاءت على لسان المستشارة الألمانية وبذلك تلك الدعايات اللي يقول بأنها محاولة اغتيال وأن هناك من يقول أطلق عليه الرصاص هناك من يقول أصيب بجلطة دماغية هذه المنشور الذي جاء من ألمانيا يؤكد بطلان تلك الدعايات ويثبت ما قلناه منذ البداية كنت منذ البداية أقول بأن الرئيس أصيب بكورونا عندما كانوا يقولون بأن الرئيس في حجر صحي طوعي فقط كنت أقول بأنه أصيب وأنه مريض وأصيب بفيروس كورونا وهذه تأكدت بأن الرجل أصيب بفيروس كورونا وتمنت له القوة والشجاع توحي هذه الجملة أن الرئيس مر بمرحلة صعبة بالغاية وأنه وصل لدرجة ضعف كبيرة وأنه تمت مواجهة هذه التحدي بصعوبة تامة ولذلك تمنت له القوة أن يعود إلى وضعه القوة بعد مرحلة الضعف التي آل إليها وقلنا كم من مرة أن الرئيس أصيب بيداء كورونا أو بفيروس كورونا وأنه دخل في غيبوبة وأنه وضعه كما يقول لك وصل الحال به الجلد على الأعظم وهذه قلناها كم من مرة أنها تمنت له القوة أن تعود له قوته من حالة الضعف التي مر بها بسبب هذا الفيروس والأمر الثاني الشجاعة الشجاعة من ماذا؟ في مواجهة ما بعد الإصابة هل الرئيس في وضع ما؟ صح ما؟ تقتضي أن تكون له الشجاعة الأدبية أن يظهر ويتحدى مهما كان الوضع الذي فيه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر